أفعلت أيدة وسائل علامة أسترالية أن الولايات المتعدة وأستراليا ستستخدمان قواتهم العسكرية لمرقبة المناورات الصينية الروسية عن كثب والمرتقبة في سبتمبر مقبل في بحر الصين الجنوبي كما كشفت أيضا معداتها أو المحتملة للقيام بهذه المراقبة مشيرة إلى أن المناورات ستقدم للدول الغربية عددا هائلا من المعرومات المهمة كشف مصدر من وزارة الدفاع الأسترالية أن أبسط أسلوب لمراقبة المناورة هو إرسال طائرة لدوريات البحرية P3C إلى موقع المناورات إضافة إلى إرسال غواسة من فئة كولينز كخيار آخر مضيفا أنه من الأرجحة لا ترسل أي سفينة وكانت وزارة الدفاع الصينية قد أعلنت في شهر يوليو الماضي عن إقامة منورات تجمع الصين والروسية في شهر سبتمبر القادم في بحر الصين الجنوبي مشردة إلى أنها تدريبات روتينية تعزز من الشركة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين وتعاون بين الجيشين ولا تستهدف أي طرف ثالث